بعد الفيديو ده هنقول وداعا للحلويات بالطريقة التقليدية وبأرخص فواكه الموسم هتعملي لولادك أجمل طرطة فواكه بدون فرن وبدون بيض من كتر جمالها ولادي بيطلبوها مني كل يوم يلا بقى حطي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفيني ويلا بينا نبدأ على طول عندي هنا حبتين من الكيوي هنقشرهم وحنقطعهم مكعبات صغيرة طبعا أي فكهة متوفرة عندكم ودي كمان حب التفاح بجيبها وبقطعها من النص وبشيل البزور وانضفها كويس بعد كده بنقطعها برضا قطع مكعبات صغيرة كمان جبت أربع حبات من الفراولة وقطعتهم قطع صغيرة ودي كمان موزة قطعطها شرائح صغيرة طبعا كل الفواكه دي حسب اختيارك انتي الفواكه المتوفرة عندكم في البيت بجيب بعد كده قالب من أوالب الكيك وينفع كمان نعملها في كبيات عادية حنحط في القالب معلقتين كبار من الزيت وحنتهنه كويس جدا جدا بعد كده حنبدأ نوزع الفكهة بتاعتنا في القالب حنركن القالب على جنب وحندخل في الخطوة اللي بعدها جبت هنا حلة ده برطقان وجزر حعصرهم بحط في الحلة ثلاث كبيات عصير بعد كده حننزل بتلاث معالق كبيرة من السكر السكر طبعا على حسب اختياركو بس خمس معالق هيخلي الوصفة دي مظبوطة جدا جدا وحيكون السكر بتاعها مظبوط ممكن تزودي معلقتين كمان حننزل بعد كده بخمس معالق كبيرة من النشا وحنقلبهم كويس جدا جدا وطبعا نقلبهم على البارس زي ما انتو شايفين حنرفع الحلة على نار متوسطة وما نوقفش تقليب خالص خالص اول ما الخليط يتقل معانا بالشكل اللي انتو شايفينه ده حنتقف في النار وحنحط معلقة كبيرة من الزبدة وحنقلب مهلبية البرطقان مع الجزر لحد ما الزبدة تدوف فيهم حنبدأ بقى ننزل بالخليط على الفواكه بتاعتنا المشكلة الجميلة بعد كده حنحط القالب في التلاجة لمدة ساعتين وده القالب يا حبيبي بعد مرور ساعتين حنجيب طبق وحنبدأ نقلبه شايفين الجمال ماشاء الله نقطع قطع كده منه بجد طعمه جميل جدا جدا وروعة حلة جديد وولادك حيحبوه جدا جدا ممكن ندخل فيه أنواع تانية من الفواكه هما بيكونوا مش بيحبوها هيكون طعمها روعة مع بقى مهلبية الجزر والبرطقان حاجة كده وهم تشكلت الفواكه مخلية طعم في حتة تانية خالص يارب يكون الحلق جميل ده عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوة كانت معاكم الشيف ماجي وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر